موسيقى Glycosylated Hemoglobin Hemoglobin A1C Test في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالHemoglobin A1C سواء المثل 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 الاسامي بنستخدمها داخل المعمل ولكن هو اكثر اختصار بنستخدمه هو الهيموجلوبين العينة اللي بنستخدمها بنستخدم عينة الول بلود على الاديتر الريفرنس فاليو الـ A1C يمثل من 4% لخمسة ونصف في المية من التوتال الهيموجلوبين الموجود داخل الريد بلود 3 الميزود فور اسميشن نستخدم طرية الكرماتيجرافي ودي طريقة قديمة شوية كمان بنستخدم طرية اليميون واساي باستخدام تكنيك التروبيديمتري او النفيلوميتر ده مثال من الكتس اللي احنا بنستخدمها تستخدم تكنيك الميونو تروبيديمتري مثل تحتوي على ثلاث محليل محلول الاولاني هو اللايس كمان موجود الـ R1 والـ R2 اللي بنستخدمهم في حملية الميزود الميونو تروبيديمتري دايما بنقاسها على التروبيديمتر انواع مختلفة من التروبيديمتر بتقدر تقيقة الماينور بروتين زي الهيموجلوبين A1C تعتمد على اياس شدة التروبيديتي داخل العينة عشان كده بتقدر تقيقة مجموعة كبيرة جدا من الماينور بروتين زي الموجودة قدامنا ايدي كلها ومن ضمنها الهيموجلوبين A1C الميونو تروبيديمتريك ميثود تعتمد على الهيموجلوبين A1C الانتجين بيبقى عبارة عن الهيموجلوبين A1C والانتي بادي بيبقى الهيموجلوبين A1C والانتي بادي بيبقى والتروبيديتي بتبقى متوقفة على كمية الهيموجلوبين A1C لو الهيموجلوبين A1C موجود بكمية صغيرة بتبقى التروبيدي قليلة كل ما بتزيد كمية الهيموجلوبين A1C بتزيد التروبيديتي والجهاز بيقدر ييس شدة التروبيديتي وبالتالي بيقدر يقيم الهيموجلوبين A1C داخل العين خطوات اللي احنا مستخدمها for measurement of hemoglobin A1C زي ما قلنا احنا بنستخدم التروبيديمتريك ميونو أسي ولازم قبل ما بنقيس العينة على جهاز التروبيديمتر لازم بنعمل او بنكسر ال red blood cells الموجودة في العينة عشان نخرج منها الهيموجلوبين A1C عشان كده بنحط 2 ميلي من الهيموجلوبين A1C وبعد كده بنحط 20 ميكروليتر من ال well mixed wall blood اللي احنا جمعناها على ال editor وبعد كده بنسيب العينة لمدة 5 مينت لحد ما يحصل complete hemolysis وبعد كده العينة بتبقى جاهزة لعملية الاناليزة ال wave lens المستخدمها بنستخدم 650 نانوميتر و بنعمل zero adjustment المانو الميسود اللي بنستخدمها بنحط الهيموجل رقم 1 750 ميكروليتر في ambubital standard وambubital sample وبعد كده بنحط 5 ميكروليتر من ال standard او من بتاع العينة وبعد كده بنعمل incubation بمدة دقتين وبعد كده بنحط 75 ميكروليتر في ambubital sample وambubital standard وبعد كده بنعمل reading و بنسجلها بعد كده بعد مرور خمسة منت نعمل reading و بنسميها وبنكرر نفس الخطوات على عينة بعد كده بنطرح نقص و كمان بنترح نقص لعينة وبعد كده بنحسب تركيز لهمجلوبين A1C من خلال standard curve دي الخطوات المانوال انما في بعض الأجهزة بتقدر تحسب الconcentration مباشرة و بتطلع التركيز على الشاشة زي جهاز المسبة i2 اللي احنا ذكرناها في البداية الexpective value الهمجلوبين A1C مهم جدا لديابيتك بيشنت او مرضى السكري لو الريزل طلعت اقل من 5% تبقى الحالة نانديابيتك لو فرينج من 2.5% فتبقى او شخص مريض بالسكري ولكن بياخد الانسولين لو اكبر من 8% بيبقى بمعنى ان هو بيبقى ولكن ما بياخدش علاج او العلاج نفسه ما بيجيبش نتيجة عشان كده بنسميه ال time of assessment احنا بنقدر نقيس الهمجلوبين A1C اكتر من مرة في السنة على حسب نوع السكري بنقيسه 2 times per year for patient with type 2 diabetes بقيسه مرتين في السنة في النوع الثاني من السكر وبنقيسه 4 times per year for patient with type 1 diabetes أو type 2 diabetes اللي بتعالج به الانسول الهمجلوبين A1C بتكاون نتيجة الكمبيميشن of glucose with hemoglobin ال red blood cells نحتوي على نسبة كبيرة جدا من الهمجلوبين لانه وظيفته طبعا في عملية بينقل الاكسجين من اللانج اللي التشو الهمجلوبين الموجود داخل ال red blood cells بيبقى موجود باكتر من نوع النوع الاولاني بنسميه الهمجلوبين A1 وده بيمثل 95% من total hemoglobin النوع التاني بنسميه الهمجلوبين A2 وده بيمثل قل من 3.5% من total hemoglobin F وده بيمثل أقل من 1 إلى 2% من total hemoglobin عشان كده النوع الاساسي من الهمجلوبين الموجود داخل ال red blood cells في الادلت هو الهمجلوبين A1 عشان كده هو ده النوع الاساسي اللي بيتحد معه الجلوكوز وبيكون لنا الهمجلوبين A1C الجلوكوز الموجود في البلازمة بيقدر يخش داخل ال red blood cells بحرية تامة ما بيعتمدش على وجود الانسولين عشان كده في ال diabetic patient بيقدر الجلوكوز يخش ال red blood cells بالرغم من غياب الانسولين لان ال red blood cells ومعظم ال blood cells ديها ال white blood cells وكمان ال nervous cells بتبقى non insulin dependent ما بتعتمدش على الانسولين في دخول الجلوكوز intra cellular عشان كده الجلوكوز بيقدر يخش داخل ال red blood cells بيستخدم في ال energy وينتاج ال etd داخل ال reserocyte واي كمية متبقية داخل بيحصل لها adduction أو combination مع الهمجلوبين A1 وبتكون glycated أو glycosylated hemoglobin وإحنا بنسمى ال attachment of glucose مع الهمجلوبين glycosylation بنسمى العملية glycosylation وبنسمى الهمجلوب نفسه glycosylated hemoglobin عملية ال formation لـ glycosylated hemoglobin بتبقى slow process عملية بطيئة جدا بتتم داخل ال red blood cells كمية صغيرة جدا من الجلوكوز بتتفاعل مع الهمجلوبين وعشان كده glycosylated hemoglobin بيتكون على مدار 120 يوم اللي هي تمثل life span of red blood cells لان كل يوم بيخش جزء صغير من الجلوكوز بتفاعل مع الهمجلوبين وبيكون الهمجلوبين A1c عشان كده ما بنئيس الهمجلوبين A1c بيدينا indication على كمية الجلوكوز اللي دخلت داخل ال red blood cells على مدى 120 يوم المفروض في الشخص الطبيعي بيبقى blood glucose في normal value عشان كده الكميات اللي بتخش داخل ال red blood cells وبتتفاعل مع الهمجلوبين وبتبقى ولهيلة جدا عشان كده في normal person دايما نسبة الهمجلوبين A1c بتبقى صغيرة بتبقى ببتدي من اول صفة لحد اقل من 5% من total hemoglobin الهمجلوبين A1 الموجود داخل red blood cells واللي بيتحد معه الجلوكوز بيتكون من اكتر من موليكيون بيشمل الهمجلوبين A1a والهمجلوبين A1b والهمجلوبين A1c اللي احنا بنكلم عليه النهاردة في الاختبار واخترنا الهمجلوبين A1c لانه بيمثل 70% من الهمجلوبين A1 عشان كده هو النوع الاساسي من glycosylated hemoglobin عشان كده احنا بنقيسه داخل المعمل عشان يدينا انديكيشن على كمية الجلوكوز اللي داخل الداخل red blood cells على مدار المائة وعشرين يوم الهمجلوبين A1c is formed continuously بمعنى ان الهمجلوبين A1c بيكون نتيجة لدخول الجلوكوز من البلازمة لل red blood cells والجلوكوز دايما موجود في البلازمة عشان كده بنلاقي الهمجلوبين A1c دايما بيتكون داخل red blood cells الهمجلوبين A1c depends on the amount of blood glucose available بمعنى ان في الشخص الطبيعي بتبقى كمية الجلوكوز الموجود في البلازمة normal value عشان كده الكيميات اللي بتخش داخل الرسورسات بتبقى قليلة وبتكون كميات قليلة من الهمجلوبين A1c على مدار 120 يوم ولكن في حالة diabetes mellitus بنلاقي ان blood glucose يبقى عالي جدا بيبقى فيه حالة hyperglycemia واحنا بنسميها resistant hyperglycemia لان البلازجلوكوز بيبقى عالي لفترة طويلة جدا عشان كده red blood cells become saturated with glucose الجلوكوز بيخش بكمية كبيرة جدا داخل red blood cells عشان كده بيحصل له مع الهمجلوبين A1 وبيكون لنا كمية كبيرة من الهمجلوبين A1c وبالتالي اياس الهمجلوبين A1c بيدينا indication على وجود hyperglycemia وكمان وجودها على مدار 120 يوم في المريض السكري وبالتالي بتزود الهمجلوبين A1c person ال indication احنا بنستخدم الهمجلوبين A1c test for assist long term glucose control in diabetes بمعنى ان احنا بنستخدم الهمجلوبين A1c test عشان نقيم long term control بمعنى ان احنا بنشوف blood glucose level على مدى من ثلاثة لاربع شهور وهل ال hyperglycemia او زيادة الجلوكوز كانت مستمرة طوال الفترة دي وبالتالي بيدينا indication على عملية control او treatment هل في treatment او control للبلد جلوكوز في مريض السكر ولا مش موجود وده بيهمنا في ايه؟ بيهمنا عشان نعمل monitoring للافكتفنس او ديابيتك سيربي انت بتقيم العلاج اللي تديه لمريض السكر وليه احنا بنحتاج نقيم long term glucose control ليه احنا بنحتاج نعرف ان الجلوكوز كان عالي على مدى ثلاثة شهور لان ده بيدينا monitor على ديابيتك سيربي فمعنى ان هو بيدينا indication هل العلاج اللي بنيديه للمريض effective ولا مش فمعنى ان هو هل بيقلل blood glucose ويرجعه تاني للنورمال ولا لا لو العلاج effective معناها ان الهموغلوبين A1C المفروض يرجع طبيعا ولكن لو العلاج مش effective الهموغلوبين A1C هيبقى عالي كمان بنستخدمه to manage diabetic therapy بمعنى ان احنا بنقدر نقيم الجرعة اللي بنيديها في عملية التريتمنت بنقدر نزود dose of treatment على حسب كمية الهموغلوبين A1C الانتربريتشن بيحصل increase في الهموغلوبين A1C في الديابيتس ملتس في مرض السكري او مريض السكري وخاصة في حالة البورلي كنترول أو تيابيتك بيش البورلي كنترول معناه ان هو بياخد علاك ولكن الكيمياء بتاعته مش كافية بالان كنترول اللي هو ما بياخدش علاك خالص هو ما فيش اي نوع من الكنترول على البلود جولوكوز السبب التاني لزيارة الهموغلوبين A1C وهي الهايبرجليسيميا وخاصة البرزيستانت هايبرجليسيميا اللي بتبقى موجودة في حالة البريجنانسي وكمان موجودة في حالة البرولونج كورتزون انتج استخدام الكورتزون لفترة طويلة جدا بيتسبب في حدوث الهايبرجليسيميا وبالتالي بيزاود الهموغلوبين A1C زيادة الهموغلوبين A1C اكتر من 8% بتديني انديكيشن ان بمعنى لو قسنا الهموغلوبين A1C في مريض السكري وطلع ازياد من 8% معنى كده ان المريض ده عرضة للمضاعفات اللي بتظهر مع مرض السكر زي النيفروباسي الريتينوباسي النيوروباسي والكارتيوباسي دي كلها لونج تيرم كومبليكيشن وتحصل نتيجة للانكنترولد بلد جولوكوز ليبل والهاي بلد جولوكوز ليبل بيعمل دامج في معظم الانسجة عشان كده بيعمل دامج في الكيدني ويؤدي لي سهور النيفروباسي بيعمل دامج في الاي ويعمل الريتينوباسي كمان في النيوروباسي وبيعمل النيوروباسي وكمان مشاكل في الهارت والدينة الكارديوباسي عشان كده اياس الهموغلوبين A1C من الاختبارات المهمة جدا لازم نحافظ على الليفل هو في هيموغلوبين A1C أقل من ستة عشان نتجنب حدوث الكومبليكيشن الديكريز ان الهموغلوبين A1C بيحصل في حالة كرونيك بلادلوس الهموليتيك انيميا كمان بيقيل في حالة السيكل سيل انيميا وفي حالات الساليزيميا نتيجة لديكريز في الريت بلود سيلز لايف اسباني تلات اسباب الموجودين دولة بيؤدي لديكريز نمبر اف ريد بلود سيلز نتيجة لحدوث الانيميا وفي الحالة دي لو البيشنت بيبقى ديابيتك وعنده انيميا نتيجة الهموغلوبين A1C ما بتدينيش انديكيشن على كمية الجلوكوز الموجودة في البلود كمان بيقيل في حالة الكرونيك رينال فيلير لان ده بيؤدي لديكريز في الريت بايتين هرمون وبالتالي برضو بيؤدي لحدوث الانيميا وعشان كده الهموغلوبين A1C بيقل شكل جديد الفاكتور افكتنج لابوراتري ريزلت في بعض الفاكتور بتأثر على الهموغلوبين A1C ريزلت منها زي ما قلنا الانيميا 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 بتقلل عدد الخلايا وبالتالي بيقل الهموغلوبين A1C عشان كده ما بيقدرش يديني انديكيشن على كمية الجلوكوز الموجودة في البلود عشان كده في الحالة دي لو البيشنت بيبقى ديابيتك لازم بنعمل CBC عشان نتأكد ان عدد الاربسيز مزبوط ونستبعد وجود الانيميا وبالتالي كمية الهموغلوبين A1C اللي بتظهر بتديني انديكيشن على كمية الجلوكوز على مدى الفكتور الثاني اللي بيأثر على الهموغلوبين A1C وهو الهموليسس في التستريز دائما قلنا الهموغلوبين A1C هو واحد من الهموغلوبين الموجودة داخل الريد بلود سيلزا ما بنجي نقيسه وبنقيس الكمية الموجودة داخل الريد بلود سيلزا ولكن العينة لو فيها هيموليسس فبالتالي احنا بنقيس الموجود في البلازما نتيجة للتكسير وكمان الموجود داخل الريسوسات وده طبعا بيدينا إن أكريت ريزا الفكتور الثالث وهو الهيبارين سيرابي لازم بناخد الهيسوري من البيشنت لو فيه هيبارين سيرابي لازم بنبعرفين انه هو بيغير الهموغلوبين A1C ريزا وبالتالي احنا اكلمنا على كل المعلومات الخاصة به الهموغلوبين A1C وعرفنا ان البرولونج بلود جلوكوز الليفيجن بيقدر لتكوين الجلايكو هيموغلوبين ما بين الجلوكوز وما بين الهموغلوبين بنستخدم الهموغلوبين A1C لأفريج دايابيتك كنترول معناه ان احنا بنستخدم الهموغلوبين A1C عشان نقيم الديابيتك كنترول او تأثير العلاج او ماذا كفاية العلاج في انه بيعمل كنترول على البلاد جلوكوز في السابقة للتكوز وزي ما قلنا احنا بنحتاج نيسه مرتين في السنة للنوع تاني من الديابيتس وبنيسه اربع مرات في السنة للتايب وان دايابيتس اللي بياخد انس بنيقدر نيس الهموغلوبين A1C على الكابيلر بلود من خلال الستريب وكمان بنيقدر نيسه في عينة الفينس بلود اللي بنجمعها داخل المعمل على الاندي زيادة الهموغلوبين A1C بيدينا انديكيشن على البورلي كنترول او وبالتالي لازم نتأكد من نوع العلاج او كمية العلاج اللي بياخدها المريض بيحصل ديكريز في الهموغلوبين A1C في حالات الانيميا عشان كده لازم الديابيتس بيشن بنقيسي السي بي سي مع تقييم الهموغلوبين A1C عشان نتجنب ديكريز في الهموغلوبين A1C نتيجة الانيميا